اشتركوا في القناة معنا المصور واستاذ الجامعي ادي شويري اهلا وسهلا فيك ادي وشكر على هالشغل والمجهود اللي عم تعمله بيعني تجميع كل هالصور من العالم هايدي يعني احد اعمالك اليوم رح نحكي عنه وهو long way from home يلي بيقرخ وبيوثق الوجود الاسترالي بلبنان بس بنفس الوقت يعني فرجينا صور من لبنان بعتقد ما حدا عنده اياها حاليا mr miles why is it so important for you as australians to remember these soldiers well i think it's important for a number of reasons and one of the reasons we did the book was to just remind people both in australia and in lebanon of the close links between the the two countries and and it's a forgotten piece of history in australia it's not well known our troops were here fighting the vishy french and so because it was politically sensitive at the time they decided not to promote it and here when you talk about 1941 and the troops that came in most people think that are the british troops but actually there were 20 000 australian troops in lebanon at that time and most of the most of the fighting against the vishy french was done by the australians دي مثل ما عميقول سعادة السافير فاذا اهمية هالكتاب انه يذكر او يعرف نحنا راح نقول اللبنانيين انه كان في عسكر استرالي بي لبنان كان عم بحارب بي لبنان مش بس البريطانية كان موجودين بي لبنان بهالفترية اللي هي بالحرب العالمية التانية خبرنا اكتر اصلا كيف وصلت على هالكتاب هو بالحقيقة قبل بالعنوان اللي ذكرتي انا اللي بهمني مش بس اكيد اني كشفت انه الاسترالية هنا عنا شغل كتير ممي بس في الخط التاني اللي انا عمش خلالي اللي هو تراثنا اللبناني بعدة الكتب اللي عملها من 2013 اللينك اللي قولاني مع السفارة لما اكتشفت انه الخط السكي لانه لكتابة الناس تعرفوا يلي هو لبنان على السكة ليمان سيوراي لكتشفت انه الخط السحلي لا نذكر الناس الكتاب باللبنان على السكة هو هو الكتاب الوحيد عن سكة بلبنان تاريخ السكة الحديد وين كانت وانتوا رايحة بالمطار وجاي بتلاقيها البيك بوسترز طبع ريلويز طبع ترينات وهذا هو اللي من المعرض اللي عملناي مع مدام جملات بمهرجانات بيت الدين اللينك كان مع السفارة الاسرالية لما عرفت انه الخط من بيروت لترابلس لخط السكة تعمر متماسعة السفير هو تعمر من القبل الجيش الاسرالي وكان هدف الانه ما كان عندي ولا صورة عن هذا الشي انا عبر السفارة او نحن معوضين مع الفرنسوية في الصند كولتوريل اذا فينا لقي شي وهون كان اول لينك وما فيك تتخيلي سريعا لما طلع الكتاب تبع السكة كان ساعد سفير ليكس بارتلم ما فيك تتخيلي ليش ساعدنا اللي عملنا المعرض ببيروت ورجعنا من بعد بيت الدين يعني كان مثل عائلة كانت السفارة كانوا بشاركوا معنا بالتعليق وبتضبيط المعرض اللي صار نحن هنا عم نشوف يعني في محاولة نشوف الصور من الأرشيف ونرجع نشوف الصور جديدة بنفس الموقع صح هذا اللي جربت اعمله هو انه انقل لانو صار عندك كتير صور ولما اكتشفت انه اغلبية صور الاركايف تبع السفارة هنا جهين من السيدني وار مماريول وهنا كان مفاجأة الكبرى اداش كان فيه كمية صور عن لبنان ومت مقلتي محلا شايفا وهنا خطرت الفكرة عند سافير ليكس بارتلم تكملت مع مع اكلم مايلز انه انه we had to do we have to do this is a very important yeah yeah so this this picture is a photo of the the grave of um one of the first australians killed in the battle who was actually um a lebanese descent so nicholas kuri uh he was his parents were born in uh majayoun and moved to migrated to australia in a in a the late 19 or early 1900s and then he was born around 1920 in queenbeyan which is just up the road from where i live he was then sent across here and was unfortunately um wounded early on in the in one of the first battles um and died near jazine and unfortunately his uncle was coming to visit him the very next day and arrived and it was too late but it just goes to show the long links between australia and lebanon كان عمشوف لكن السورة عم نحكي مع مستر مايلز عن أهميتها وهي بتوثق لكن أول أو من أوائل الشهداء الأسترالية من أصل لبنان يعني الشهداء العسكر الأسترالي بي لبنان ولكنه من أصل لبناني يعني مبلش الهجرة على أستراليا من زمان من المتماعي بقول على سعادة السفير من أوائل 1900 أوائل القرن هذا الكتاب مليء بالمفاجئات وهلأ محضرين لكم مفاجئة صغيرة وهي كتير كبيرة يعني تخيلي من 2013 أنا بعليقها مع السفارة لم بارح لما كنا بنعمل تور عم نوزع الكتاب بلشنا بجزين رجعنا ببشري رجعنا بالمتن يمكن يسيب البترون برف بيجي حدا من السفارة مع أنه قدير صلي من 2000 أهلا بحطونا الصورة شفنا فيه خوري يلي يلاقيه بالوجه خليها هاي صورة خليها صورة عمين حات هذا اللوجو طبع المعلق بوين مكان على الصورة اللي اتعمريت للسكة تيجي بتقال لي ما عرفت مين الخوري قالت له ايه مظهور ولو ما سعادة السفير بمكتبه وعنده صورة لقاله مترين من متر قالت له ايه بس عرفت مين هو طلع خوري مروني طلع اسمه نعم طلع الحرديني هلأ انا يعني انا عمله الكتاب وحط انا كتبت الفوتج نعم طلع الحرديني بس ما عملت لينك ابدا انه اديسنا نعم نعم هلأ انا روم بس انه اديسنا بعضها اديسنا ايه اديس كله لبنانية على كل حال هادي كانت الانفاجأة الانفاجأة التانية لما كنت عملت اقي بانشار بصبوس الشخص اللي مع الاسف مقتوش من وراه هو مش هال بصبوس من اهم تعرف من اهم النحاتين نعم 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 من منطلًا هم بوضعها مخبب، من Soundgaret موجودًا وطالب Йسال ويعند أن تكون معينًا ويبطأ المكان في المباهرة وتوجد دون الجزري الأجناء في الخزر الأمور من الجزري المدينة بلحد الآن أنتم من المنزل وتوجد إلى الت المنزل من الصلاح المجنون رميلاً ليس حدث ان ترميها حتى نظر المنزل من المشاهد في الصلاح المئة وانطب шт conference were you should be looking for support as well so one of the australians has done a road trip around lebanon and he's got usينيجيةه it is all available online and it just shows you a different side of lebanon and I think the other crucial thing for us is that the presence of the Australian troops there that helped forge the strong bonds between Australians and Lebanese which led to the migration to Australia after the war هذه صورة لا ترسن مثل ما يقول مستر مايلس كمانا بالنسبة لهم أهمية أنه يكون العسكر الأسترالي اللي كان موجود بلبنان عطى هذه الصورة الحلوية عن أستراليا ومن هونيك الهجرة صارت كتير أكثر على أستراليا وصاروا لبنانيين يعرفوا أنه بيقدروا يروحوا على بلد يعني يستضيفهم ويحتضنهم واليوم في لبنانية بأستراليا مثل ما يقول مستر مايسكن عم نحكي قبل الهواء فوق 500 ألف لبناني بأستراليا اليوم قدي مهم أنه يكون في كتاب منها النوع بالنسبة للجالية اللبنانية بأستراليا بالنسبة للأسترالية كمانا وخاصة قديش بيضم يعني أنا جربت لأنه أنا كمان مرتق شو بقوله الديزاين طبعا الكتاب كمان أنا عملته أنه تتخيل صمته بتاريخيا المراحل يعني عنا بمليش بالصور القديمة دخول الجيش أستراليا من حيفا للبنان بمليش بالحرب نرجع باستقبلهم ببيروت وبالجبل الصور كتير كتير حلوة من الفوتر جل مرأوا على الهواء نرجع المهرجين الانتصار نرجع في شغلتين في صور لبيروت لأول مرة بيتاخدوا مش هنكسميته بيروت ثرو دي أستراليا عايز لوسط بيروت منرجع في عناس وأكيد الترين الخط من بيروت لترابلوس بعدين لبنان عن جنرالي المصورينه رحت على نفس المواقع يلي مصورين وجعت صورتهم عن جديد before and after then and now في عنا صور كتير رائع لترابلوس للأرز هون لازم السفير يحكيك عن التروبس أول مرة لأول مرة عملوا درس سكي و هون لازم الإله يجب أن يتحدث عنه ويخش عمل بك الكتاب عنك الحال موجود بالسفارة مهيك أكيد ويوزع ويوزع مجانا 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 اخذ شغل كتير وكلا في كتير كمين لكنه يوزع مجانا بالسفارة الأسترالية سوات واتباط دا سكي لسنز yeah well because we didn't have any we don't have a lot of snow in australia you have a lot more here and so when the troops came و العادة كانت فيها المحاوية وبدأت مستوى المسفيدة العملية وقالوا على محاوية العملية وقالوا بالنسبة لتعلم المسفيدة كانت بشارة استمتلكوا في البشارة وبشارة الدولية وفقواpatient العمل وبشارة العملية و هناك بششتيات الارزة وحوة المحاوية فرصة فهذا فأيام المسفيدة يوضع مقماتينين إن في مكتبت سنوات عام تrier وبدأوا من العملية وبشارة سنوات وعلى مدرسة السكيreatة. لذا كان يما أكثر الموقع قمت برسحة. تقليل منهم تقليلون القرارات حتى ثلاثة ستود في فارقة نيو جينيه. أصلت أن العسكر الأسترالي كان موجود في لبنان. من المناطق الشمالية العالية ببشرة. بالأرز تحديدنا فعملوا مدرسة للسكي مثل ما بيقول سعادة السفير طبعاً بأسرالا ما في تلج فكانوا كتير مهتمين من يكونوا عام يتدربوا على السكي لكانوا ما قدروا كتير استفادوا لأنوا بقيوا سنة واحدة به لبنان وبعدين صاروا بأدغال أفريقيا وهي دي طبعاً ما في تلج هوني كذا يعني Now the Australian community in Lebanon can enjoy skiing, no? Yes, yeah, and all my staff and myself go up skiing while we're here We have a large number of Australians in Lebanon Yeah, we think there's about 30,000 Australians and last year alone 80,000 Australians visited Lebanon which is a huge, huge number and obviously it's good for both Australia and for Lebanon I think there's a lot of customers in Lebanon There's a lot of customers in Lebanon واكتشفنا أنه يعرفني عن لبنان بس حبينا أكتر لأنه بكا ترين ترين الجامعية اللي بتهتم لنرجع نحط لبنان على السكة عملنا تور مع ساعة السفير أنه أنا وصديق إلياس معلوف أن نمشي من الجبال للبترون لأنه هني أغلبية الجسور على المعمرين هني بهذه الخط بقى أساس أنه نحن عوية وصفير على ريغارتنا باديغارت بقى منتفاجأ أنه ما في باديغارت في كل سطف طبعا في عنا سورة بعتقد هوني أعطيتكني على هذا الشي بقى كانت شغلة بالفعل رائعة أنه شي ثلاثين واحد من كبار وصغار من السفارة عم نمشي من من بيبلوز من الجبال للبترون وكانت لألنا كتير مهمة أنه عم نعرف السفير على هالقرس يلي منتشارك على كل حال كمان مثل مع نو سعد السفير في حوالي 30 ألف أستراليبيون عايشين بلبنان وفي زوار كتير من أسترالي على لبنان ووصلوا السنين الماضي إلى حوالي 80 ألف صدتين لابران لأتوافين لأجيبين لأجيبين لأنني أتوافين لأجيبين الآن ومع ذلك في حوالي 4 أراضي ووضع هذا مباشرة لأجيبين للغاية من المدينة من بطول إلى ريسال يا أبت جميعاً من مدرسة جداً. من جميعاً، كيف أشعر؟ إنه سهل جداً. أستطيع الأمر في مدرسة من مدرسة من بيروت، ومعاً في أستراليا، في مدرسة من مدرسة، وعندماً في مدرسة المدرسة في مدرسة الوقت. أعتقد أن تذهب إلى أسترالياً، يأخذي لزرعين أمامًا لديم أسبوع من أجل. يعني نحن نتغنى بأنه لبنان صغير فتقدر تنتقل بلاحظات أوقات وبدقايق أو بساعات ماكسيمم من منطقة لتانية مختلفة كلياً إن كان بالمناخ أو إن كان بالنشاطات أو إن كان بالمناظر هذا ليس شيء بس نحن نشوفه وهي كمانا كل العالم بيشوفه إن شاء الله نكون عم نقدر نحافظ عليه مثل ما لازم وهذه الصور ما تكون بس ذكرة تكون ترجع تصير حقيقة ويرجع ترين عنا سير حقيقة بركة من شد من شنجل السفار الإسرائيلي هل هل شيء ممكن قادي بنظرك من بعد الرشاشة اللي عملت هذا عم نسعيله وإن شاء الله أنا صلي شانس أنه قابلت فخيمة الرئيس واللي قال لي أنه هذا من أول مشاريع لكن عملياً على الأرض هل في مجال هل بعد في طريق تمرق علي المخيلة لما بصير في عندك إرادة لما بيقرروا ترين السلام لما مشي بالتسعينات بعتقد بسوهرين كانت منظف كله وكان من أمن المخالفات من هذه الناحية لا يوجد مشاركة إذا في الإرادة لما سير في إرادة كل شيء يمشي يحوي مشي بالتسعينات أبداً يطور أعمل سيكون الثقيلة على العملية في سبيل المخالفات وأنا أرجح من الكلام who's interested in a copy to contact the embassy and we're happy to send one out to you but also it just goes to show that the relationship which is an excellent relationship and very long-standing is based on this deep history Thank You Excellency for your coming here It's a pleasure for us and an honor أدي شكرا لألكو على الشغل يلي عم تعملوا به توثيق يعني المشاهد اللبنانية التاريخ اللبناني وهون عم نشوف الأداسة كمان في لبنان عم تتوافق وإن كنا قصدينا ولا لا بتبين وينما كان أرض الأدسين لبنان شكرا لك فإذا الكتاب عنوان الكتاب صحيح موجود بالسفارة الأسترالية على الطلب بما كان بقدر يطلب وهو يوزع مجزين شكرا لكم شكرا وعافية لكم نجام تابع عليك شكرا